بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنشوف بقى هنا الجزئية الخاصة بالإنترفيس وازاي احنا هننهانس فيها ونشوف احنا محتاجين نشوفها ازاي. طيب خلينا امسح كل الحاجات اللي اما دفتها دي. وحنفتح الانترفيس بتاعتنا. وطبعا انا حاجة هنا هعمل اي حاجة. طبعا هنا عندي ال الاساسية. خليني امسح دي. عشان يطلع للأرر ويحدد لي مكانه. لكن خلينا نشوف هنا لما اجي اعمل دي الوجهة الجديدة. او اللي جاية مع طبعا بتشوف هنا من خلال اللي من خلاله بتشوف هنا. وهنا بتشوف كل الحاجات اللي انت بتتعامل معها سواء كان راوتس. اه وكمان الفنديمنتاز عموما يعني. او بشكل عام. وبيقول لك انت عندك الارر فين. يعني بسطايل جديد وبسطوب جديد. في السبق كان الافتراضي بتاعك اللي هو لكن جه حطيلك فوق هنا علامة اللي فوق ديت او اللي فوق ديت او تقدر تتعرف على بتاعتها وتشوف ازاي تقدر تهاندل اه طبعا فتحت هنا. وهنا لو اتلاحظ بيقول ان انا اقدر اشوف بتاعتها عشان اقدر اتعامل معها واعدل فيها زي ما انا عايز. طبعا هنا هي نازلة مع الاصدار الثامن. اه 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 يعني او يعني تقدر تعدل فيها زي ما لكن هي باي ديفولت سوري مع لارابل ناين. اوكي? بتنزل باي ديفولت وتقدر تقدر تشوف آآ 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 ويب ريكوست آآ مباشرة وتقدر كمان آآ تتنزلها على الاصدارات القديمة سواء ان كان تمانية او سبعة آآ بالطريقة دي. طبعا هنا بتشوف انت الهاندلر بتاعك تقدر تعدل فيه آآ في السابق كان بتنزل بتعدل في الهاندلرز تشوف هنا الووبس هاندلر مثل وتحط فيها الانترفيس آآ آآ بشكل مباشر وكمان بتبايند او بتكاتش بالطريقة دي. آآ مع الارابل آآ ناين الموضوع بيختلف شوية فيه عندك جيسون فايل تقدر تعدل فيه لو رجعنا هنا على آآ والله خلينا نفتح الصفحة دي في مكان جديد يعني يجي هنا نعمل نخش على الصفحة جديدة لكن هنا تلاحظ بيقول لك ان اي تعدلات بتتم آآ حفظها بشكل مباشر على فايل فهنا نتلاحظ هنا اللي تكون بتوفره مع او آآ بتلاقي هو هو فيه كمان تانية انا بستخدم بتاعه اللي هو يعني لكن هنا آآ بقدر على بتاعي ان انا اسايف الديتا واقدر الاقي التعديلات بتاعتي كلها في اللي هو آآ دوت جيسون فايل مع ان احنا كمان بنهاندل بتاعنا او يعني بنعدل بتاعنا طبعا احنا محتاجين الاول ان احنا نقول آآ او عشان نقدر نبابلش بتاعنا طبعا انا عندي هنا فيه لازم ارجع او يعني زي ما كانت عشان ارجع مرة تانية اقول له بابلش لاحظ هنا بيقول لي ايه ان انا هعمل بابلش لآآ سباتي للغرب الاغنيشن فلما هختار يعني التسعة او الرقم تسعة في القرية اللي قدامي على طول حينزل لفلير واغنيشن دوت بيتش بي طيب خلينا نشوف هنا دي وعشان اقدر احط الاعدادات بتاعتي هنتكلم عنها دلوقتي لكن خلينا نشوف هنا نتلاحز هو بتاعي ايه بيتش بي ستورم اقدر اخليه سبلايم آآ ده الاعداد بتاعي طبعا الثيم بتاعي هو بحسب السيستم لكن اقدر اخليه او ان انا خليه بحسب انه هو يعمل بتاع السيستم اللي انا عليه ازا كان او اه طيب هنا في لاحز اقدر اتشير الارر بتاعي وحطه في مكان معين عشان اقدر اه اشوف المشكلة طبعا اه الحاجات اللي احنا عارفنا ان انا اقدر اشير لو اه بتقدر تعمل انابل لي اه الشير بطن عشان تقدر اه تشوف الديتا اه بتاعتك اه مسلا لما تقوله بالطريقة دي كده هقدر افيزت بتاعي ده اهو اخليه اقدر ابعت الارر واتديه لحد كلينك ويقدر يقول المشكلة فيه لانا بابعت مشكلة الحد يعني اهو فهنا اهو بنفس الستايل القديم وهو بنفس الاسلوب بتاع الاصدار الثامن او الاصدار السابع او السادس كانت تقريبا نفس ديزاين اه فقدرت احط المشكلة واقدر اعمل لها مع اي حد اه هنا انا اتلاحز بشوف قدر يعني اعدل بقى انا كادمن على الايرر واقدر يعني ادليت ده لو انا خلاص يعني اكتفيت ان انا اه اه حد يعدل لي على المشكلة او يقول لي المشكلة بتاعتي فين ولو انا بتشير الايرر مع حد يعني طيب وخلاص يعني اه امكانيات كتيرة جدا فلما بقول له انا هنا كده اوكي البطن اللي هو بتاع الشير بيختفي اه تماما طيب يعني الاعدلات اللي انت بتشوفها عموما من خلال الاجنيشن بتقدر تتعامل معاها هنا وبيعني زي انت شايف تقدر تحط اه بروفايدرز سليوشن بروفايدرز سليوشنز اه عندك الريموت سايت باس واللوكل سايت باس وهنا اعدادات الاجنيشن بشكل عام طيب خلنا نشوف كده لما انا اه طبعا هنا بيوديني على بتاع الاصدار التاسع اه انا طبعا حافظت السابليم اه كديفولت ايديتر فطبعا ممكن يكون عندي مشكلة هنا ان هو يفتح السابليم لكنه للأسف مش هيفتح للسابليم في مشكلة يعني مش عارف ما بين البروزر السابليم انا حتى لما باجي هنا اقول سابليم هيجيب للسبلايم من خلال الاديتر لكن من خلال البروزر مش عارف هل في مشكلة فيه اللينك او فيه حاجة مش مزبوطة. مش عارف برضو. لكن اللي اطلاحز هنا بيقول لك الاصدار اللي انت وافع عليه من البيتش بي. اقول لك اصدار بتستخدمه حاليا. والاصدار اللي انت بتستخدمه من نفسه. الاصدار التسعة والتنين. طبعا دي كانت واجهة بتشوف هيدا اللي هيدر بتاعتك. هاده بتاعتك. بتشوف المعلومات اللي انت بتحتاجها. هاده و هاده زي ما تشايف اللي انت بتقف عليها برضو. اه هنا ده الشكل العام. اه وادي اعتقد ان كده احنا شفنا فكرة ونور في الحدد كده اعتقد ان احنا مش محتاجين نعرف كتير. لكن فهمنا فكرتها يعني هي اه عبارة عن آآ من خلاله بتقدر آآ وتعدل آآ بتاع الطريقة اللي انت بتاعت بها الكود يعني. انك بتيجي هنا بتدوس على العلامة اللي انت قدامك دي. بس انا عندي في مشكلة هنا بتشتغلش. لكن في بعض الثانية زي الويندوز و هتشتغل معك مشكلة. آآ خلاص يعني ده شوفكم في الدرس جديد. شكرا. السلام عليكم.